أعزائي المستمعين نحن الآن على عتبات موضوع أساس في مادة البحث والمصادر إنه موضوع المناهج البحثية مادة البحث والمصادر تقف أول ما تقف على المناهج البحثية ومنهج البحث العلمي لابد لنا أن نقف على تعريفه ونبين خطواته تعد مناهج البحث العلمي دعامة أساسية يعتمد البحث عليها ومن هنا تنوعت وتعددت حسب موضوعات البحث وإمكانيات الباحث أيضا البيئة لها دور كبير حيث إن البحث يدور في فلكها ولكننا نتجه بموضوعاتنا المتعلقة بالفكر والعخيدة والشريعة دون الأبحاث التجربية وغيرها إذ إن لكل موضوع منهج ولكل فلك طريقة في الأداء ومن هنا نتوجه في هذا الدرس إلى الوقوف على العناصر التالية العنصر الأول بيان أهم المناهج البحثية من حيث تعريفها وخطواتها العنصر الثاني أهم أنواع البحث أيضا نعرف بها ونبين الغاية من دراستها فإلى العنصر الأول وهو مناهج البحث إن مناهج البحث العلمي كثيرة متعددة لكننا نتجه بتناولنا إلى أهمها وأدقها وإلى ما يتعلق بالأبحاث العلمية جميعا وفي مقدمتها المنهج الاستقرائي يعتبر المنهج الاستقرائي منهجا مشتركا بين العلوم الطبيعية والعلوم التجربية والإنسانية على حد سواء والاستقراء في لسان العرب هو طلب القراءة والتفحص والتتبع والتجميع ومن هنا يقولون إن الاستقراء معناه تتبع الأمور وجمعها لمعرفة خواصها والاستقراء اصطلاحا هو منهج استخراج القاعدة العامة أو القانون العلمي من مفردات الوقائع استنادا إلى الملاحظة والتجربة فكأن الباحث يسعى إلى استخراج النتيجة من خلال بعض الأسس التي يعتمد عليها كالملاحظة والتجربة المنهج الاستقرائي أيضا عرف بأنه تصفح الجزئيات وتتبعها لماذا؟ لإثبات حكم كلي فالباحث يفحص في الجزئيات ليصل إلى حكم كلي عام نتج عن دراساته لهذه الجزئيات ويسمى استقراءا لأن مقدماته لا تحصل إلا بتتبع الجزئيات كقولنا كل حيوان يأكل بطريقة ما فقد قررنا هذه القاعدة بعد استقراء جميع الحيوانات وشاهدناها وتبين لنا هذا الحكم الكلي فالمنهج الاستقرائي إذن يبدأ بالجزئيات ليصل منها إلى قوانين عامة والاستقراء له نوعان استقراء تام واستقراء ناقص الاستقراء التام يكون الباحث فيه مطالبا بملاحظة جميع أجزاء الظاهرة التي يبحث فيها ليصل إلى الحكم الكلي وعليه يمكن أن نقول إن هذا النوع من الاستقراء يقوم على دراسة المجتمع الإحصائي دراسة كلية ونتائجه دوما تكون نتائج يقينية أو أقرب إلى اليقين وكذلك من أنواع الاستقراء الاستقراء الناقص فإن الباحث يكون فيه ملزما بملاحظة بعض أجزاء الظاهرة التي يقوم بدراستها فالاستقراء التام يلاحظ فيه الباحث كل أفراد المجموعة أو المجموعات التي هي محل البحث بينما الاستقراء الناقص يقف فيه الباحث على بعض أفراد المجموعة التي هي محل البحث نعم يكتفي القارئ في الاستقراء الناقص بعينات تمثل شرائح المجموعة أو المجموعات محل البحث كما أن نتائج هذا النوع من الاستقراء نتائج علمية لكنها في الواقع ليست قطعية وكلا النوعين يعتمد الملاحظة والتجريب والتحليل أحيانا للوصول إلى حكم عام أو قاعدة كلية تصلح أن تعمم على كل أفراد هذا النوع وإذا كنا قد وقفنا على أقسام منهج الاستقراء فإننا الآن يطيب لنا أن نقف على خطوات هذا المنهج إن خطوات المنهج تقوم أولا على جمع الحقائق عندما نريد أن ندرس ظاهرة أي ظاهرة علينا أن نقف على حقائقها جمعا والمعلومات التي تكون أيضا محققة للوقوف على تاريخها أي تاريخ هذه الظاهرة يبقى رقم واحد جمع الحقائق اثنين استقلاص الصورة يعني هذه النقطة الثانية يقصد بها جمع الحقائق والمعلومات التي جمعناها في خطوة سابقة تتكون في أذهاننا كباحثين لنعطي في النهاية حكما بعد سيرنا على هدي دراسة الأجزاء وكذلك من بين خطوات المنهج الاستقرائي الترتيب والتبويب أو جمع القوائم وتصنيف المعلومات ترجمة نانسي قنقر